أصدرت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة قررة بتعديل الاشتراطات الصحية الواجبة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا بحيث يقتصر دخول المنشآت الرياضية ومحال المساج ودور السينما وبرك وحمامات السباحة الداخلية ومنشآت ومحال الألعاب الترفيهية ومحال الحلاقة والتجميل والمحال التجارية والصناعية على الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا والوتعافين ممن تزيد أعمارهم على 18 سنة ويكون الاثبات بإبراز الوثيقة الدل على ذلك أو من خلال تطبيق مجتمع واعي أو غيره من التطبيقات المعتمدة كما أصدرت قرارات بشأن المطاعم والمقاهي بحيث يجب أن تقتصر الخدمة في داخل المطعم أو المقهى على الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا أو المتعافين ممن تزيد أعمارهم على 18 سنة ويكون الاثبات بإبراز الوثيقة الدل على ذلك أو من خلال تطبيق مجتمع واعي أو غيره من التطبيقات المعتمدة واستثنت وزيرة الصحة من تطبيق القرار على المحال التجارية والصناعية متى كانت موجودة خارج المجمعات التجارية وهي الهايبر ماركت السوبر ماركت والبرادات والبقالات ومحال بيع الخضروات والأسماك واللحوم الطازجة والمخابز اليدوية والألية ومحطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي البنوك والمصارف ومحال الصرافة المكاتب الإدارية للمؤسسات وشركات والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن المحال العاملة في استراد وتصدير البضائع وتوزيعها ورشي وقراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطع الإنشاءات والصيانة، المصانع، محال الاتصالات، الصيدليات، المؤسسات الصحية الخاصة فيما عدا الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ترجمة نانسي قنقر